صورة جذابة جميلة قديمة بالأسود والأبيض هي صورة الامرأتين من جيلين مختلفين تبدو قاتمة حزينة كما أشرنا هي بالأبيض والأسود والظلال البيضاء والرمادية والسمراء تحتويها تطل عليها حصلت هذه الصورة على جائزة سوني العالمية المعروفة للتصوير الفوتوغرافي لكن هل لاحظتم أي شيء في هذه الصورة؟ هذه الصورة ليست حقيقية لم تلتقط فعليا هذا ما يؤكده المصور الألماني بوريس ألديكسن الذي صمم الصورة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي بوريس فنان فوتوغرافي منذ ثلاثين عاما لم يحصل على جوائز أو ترشح لجائزة إلا هذه المرة وبصورة ليست حقيقية بوريس رفض أن يأخذ الجائزة لم يأخذ الجائزة وقال إن هدفه هو تسليط الضوء حول ما هي مستقبل التصوير الفوتوغرافي بظل تقدم الذكاء الاصطناعي وقد نجح بخداع ذوي الخبرة بسهولة وأنه لا بد من قبول هذه التقنية بحسب رأيه ووضعها في فئة مختلفة للمنافسة كما يقول له كنت أرغب في معرفة ما إذا كانت المسابقات جاهزة للذكاء الاصطناعي يتم تسليم الصور وهي ليست كذلك من المهم جدا أن يدرك أنه سيكون هناك المزيد والمزيد من تقنية الذكاء الاصطناعي التي ستدخل في مسابقات الصور ويجب عدم الخلط بينها إنهما شيئان مختلفان الصور تبدو متشابهة لكن لا ينبغي أن تكون في نفس الفئة اعتبر المصور بوريس طبعا أن الذكاء الاصطناعي سيحرر الفنانة من العديد من القيود كاختيار مثلا مكان التصوير وكذلك المودل الذي يرغب بتصويره وكذلك سيوفر المال ويشرح كيف سيكون مستقبل هذه المهنة أو هذا العالم جمال الذكاء الاصطناعي هو أنك تصف فقط بالكلمات ما ترغب في الحصول عليه ويمكن أن يكون ذلك بسيطا أو معقدا جدا ومهنيا في حد ذاته ويسمى هذا نص موجه من الشخص ذلك ما تلقنه للذكاء الاصطناعي لإنشاء الصورة يمكنك أيضا استخدام متطلبات الصورة التي تريدها نعم في المستقبل سيكون من الممكن استخدام عدة وسائط كإضافة مقطع فيديو وتقنية الرسم أيضا ومن كل هذا يتم إنشاء الصورة كيف كان تعليق سوني وورد فوتوغرافي أوردس المتحدث باسم منظمة التصوير العالمية يقول ترحب فئة الإبداع في المسابقة المفتوحة بالعديد من الأساليب التجربية لصنع الصور بدءا من النماذج السيناتية وأجهزة تصوير الشعاعي وصولا إلى الممارسات الرقمية المتطورة على هذا النحو وكذلك وبعد مراسلاتنا مع بورس والضمانات التي قدمها شعرنا أن مشاركته تفي بمعايير هذه الفئة وقد كنا داعمين لمشاركته في هذه المسابقة العالمية الصورة هي جزء من سلسلة المصور ألدكسون وهي تحمل عنوان الذاكرة المزيفة ظهرت في صورة امرأتان من حقبة الأربعينيات تقفان خلف بعضهما يعتبر المصور أنه يجب إنشاء مسابقات منفصلة للصور التي تم تطبيقها بواسطة الذكاء الاصطناعي ويقول أيضا يجب أن لا تتنافس هذه الصور مع الصور الفوتوغرافية على جائزة كهذه ما قاله المصور الألماني وتلك الفعلة التي قام بها والتي كشفت من خلالها ما يجري في العالم التصوير الاصطناعي أثار جدلا برفضه الجائزة هنا مثلا هذه التغريدة من محمد الصالح يقول فيها الذكاء الاصطناعي يقتحم كل شيء بصدق وعلينا العمل على تنظيم قوانينه أما هنا نور نعيم أن ينجح بخداع لجنة متخصصة بالتصوير بهذه البساطة فكيف بالعامة من الناس يعاني الأغلب منها من صعوبة في التمييز بين الصور التي يولدها الذكاء الاصطناعي والصور الفوتوغرافية للوهلة الأولى على الأقل لكن في غضون بضعة أشهر سيصبح من الصعب جدا تحديد الاختلافات الحرجة ما لم يتم التدقيق فيها أما هنا على عطالله يقول هكذا كلما تقدم الذكاء كلما زادت جفاء الأشياء من حولنا نصل لمرحلة لم تعد نبيز فيها الأصل من الاستنساخ يبدو العالم كله مزيفة